بتدي بالبحوث بعد إذنك يا دكتور وإحنا اللي اتنين بحوث مش كده أنت وقاطوا اللي اتنين بحوث يعني أنا حاسة أننا نحن نتكلم نهارده في أرض مع أهل التخصص ودي حاجة مشرفوني دكتور حامد عايزة أسأل حضرتك شوية عن اللي فات أنا عارفة وإحنا بيبقى فيه ظرف حلو كده محبش نفتكر اللي فات لكن كام سنة وإحنا وحضراتكم كأسادزة في مراكز البحثية بنقول أنه فيه خطر على الأمن الغذائي المصري قبل كده كان إمتى بدأ الإنذار الأحمر يقول أنه إحنا في خطر حقيقي في أمننا الغذائي أولا سعيد أن أنا مع حضرتك في البرنامج يمكن أنا شفت حضرتك كنت بتقدم الفكرة وقلتي أن فعلا كانت الناس بتقول أنه ملف الزراع مهمل ودي كانت حقيقة للأسف لكن من حظنا أن بمجرد تولي سيادة الرئيس المسئولية وضع ملف الزراعة في أولى اهتماماته لأنه بصراحة كان بيستشرف المستقبل لأنه حضرتك عارفة أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم إلا في وجود الزراعة يعني إذا كنا عاوزين نعمل تنمية حقيقة لازم يكون في زراعة عاوزين ننشئ مجتمعات لازم يكون في زراعة فالزراعة هي أساس التنمية الحقيقية والمستدامة لتنشاية المجتمعات وعلشان كده الحقيقة سيادة الرئيس كان مهتم جدا بهذا الملف بدأنا ندق نقوص الخطر بسبب الزيادة السكانية الكبيرة كل عام ومحدودية الرقع الزراعية وده في خطر كبير جدا لأن طبعا احنا دلوقتي حظيك عارفة أن احنا بنزيد تقريبا حوالي 2.5 مليون نسمة يعني بنزيد تعداد دولة كل عام وهذا التعداد الضخم بيمثل ضغط على كل برامج التنمية اللي بتعملها الدولة وحضرتك قلت نقطة مهمة جدا محدودية الرقع الزراعية محدودية الرقع الزراعية ولا تناقصها كمان ما هو لسه هكمل ما هو محدودية ده مشكلة لكن تناقصها ده مشكلة أكبر وللأسف أنا بقول لحضرتك يعني منذ ثورة يناير احنا فقدنا حوالي مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية بسبب التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها وطبعا توقف هذا العبث بعد صدور قانون بعقوبات راضعة للمتعدي على الأراضي الزراعية وإحنا وصلنا دلوقتي تقريبا للتعديات سفر في جميع المحافظات لأن فعلا استشرفنا الخطر الحقيقي على مستقبل هذا الوطن لأن عندنا عدد كبير من السكان بيزيد كل عام محتاج نوفر له غزة وده أهم عنصر من عناصر الحياة بالرغم أنه الزيادة السكانية بتمثل ضغط على كل برامج التنمية سواء كان في الزراعة في الصناعة في الصحة في التعليم في الخدمات في كل شيء فطبعا كان لازم يتم الاهتمام بالملف لأن طبعا لو في مشكلة في الغزاء بقى في مشكلة في كل حاجة بالإضافة لأن الزراعة دكتورة دينا بتمثل العنصر الرئيسي للصناعة هي اللي بتوفر المادة الخام للصناعة وبتسهم بقدر كبير في حوالي 15% من الناتج المحلي و25% من القوى العاملة إذن الزراعة دي ده ملف مهم جدا وطبعا لازم يكون فيه اهتمام بصفة مستمرة ودوة الواقع اللي احنا عايشين الحمد لله